السلام عليكم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي. أهلا وسهلا بكم. معكم مستر نورو وقناة النورانيوم. هنكمل مع بعض الفايني ريفيجن. فهتمنى نجل الكامستري للصرف الاول الثانوي للفرست ترب. النهاردة ان شاء الله معادنا مع يونت ثري. السؤال الاول. بولي بلاد and the milk are examples of. طبعا عندنا انواع فيه عندنا سلوشن. وفيه عندنا وفيه عندنا سلوشن. هعرف السلوشن ازاي? بيكون اه هوموجينيوس. هوموجينيوس يعني ما اقدرش افرق ما بين السوليوت و السولفنت. زي ما دهو بالسكر في المي. او في عندي بقى ده بيكون ان بتاعت السوليوت بتكون اكبر من وان ثوثى النانوميتر وبالتالي اقدر اميزها زي ساند في الووتر او زي الاويل ان ووتر. انما بقى الكولويدز بتكون انترميديت كيس يعني حالة وسط بيكون الديامتر بتاع البورتيكلز رينج من وان لون ثوثى النانوميتر. فهنا البلاد والميلك بيكون اكزامبلز من الكولويدز. فاليجابها تكون هي لترسي. نمبر اعني بήديران عنا بدورних. يعني يعني ما بدور علي حد بيكون ايجاب ول inj comigo. يبقى هل هو هو الاساتيك اسد ولا الامونيوم هيدروكسايد ولا الصوديوم هيدروكسايد ولا الووتر. الاساتيك اسد ده وايك اسب. الامونيوم هيدروكسايد وايك بايز. الووتر وايك الكتروراييت وبالتالي الاجابة هتكون هي السوديوم هيدروك، از سويد انسولد. صويد انسولد طبعا هيا بنقسم الس jamais according to the type of solvent. the three types. في عند solid. في عند liquid. في عند gas. خلي بالك بقول عليه solid solution لما يكون السولفانت solid. بقول عليه liquid solution لما يكون السولفانت liquid. بقول عليه gas solution لما يكون السولفانت جاز. هنا باب نتكلم على solid in solid. فيكون هل هو النفسرين in air? ولا sugar in water? ولا nickel chrome alloy ولا blood? طبعا الاختيار هي بالترسي. nickel chrome alloy. ودي بتكون solid in solid. number four. if you have two test tubes each one of them has 10 gram of water. 20 gram of NaCl is added to the first tube. والسام amount was added to the second tube of KNO3. if the temperature raised to 52 Celsius degree. ايه اللي هيصر? اولا ده بفكرنا بالجراف اللي هو كان جايب الريليشن ما بين وما بين كان عندنا كان بيحصل بالصورة دي كده مع زيادة ده كده وكان عندنا كان تقريبا وكان عندنا وحيدة فريدة شريدة هي اللي كانت بتقل كان عندنا تقريبا اللي هي كانت السيليم صالفيت ده كان بتاعته بزيادة طيب هنا بقى انا عندي هنا نفس الماس ونفس الفوليوم بتاع السولفنت بس معايا مختلفين معايا الكي انا او ثري ومعايا الان اي سي ال. طبعا الزوبانية بتاعت الكي انا او ثري اكبر بكتير من الان اي سي ال. طيب بوس يسيد. هل السوليبيلت وبان اي سي ال is more than that of كي انا او ثري طبعا غلط. هل بوس ان اي سي ال وكي انا او ثري آآ آآ بريسي بيت. لا ادى اللي اتنين هيحصلهم ديزولفنج. هل السوليبيلت وبان اي سي ال equal to that of كي انا او ثري برضو غلط. اذا الاختيار هيكون هو دي. اللي بيقول السوليبيلت وبان اي سي ال is less than that of كي انا او ثري. فايف. زا مولالتي اف سولوشن اكس بريس دي واي. بعرف اليونت من الرول. الرول بتقول ان المولالتي بتساوي بتاعت السوليوت اوبر السولفنت ماس بالكيلو يبقى هيكون اليونت مول بير كيلو جرام. يبقى الاجابة هتبقى لتور سي. نمبر سيكس. زا مولارتي اوف سولوشن فورمت باي ديزولفنج فايف مول. اف سوديوم كلورايد ان تن ليتر اوف سولوشن. از? طيب. اولا لازم اعرف ان المولارتي بتساوي النمبر اوف مول اوف سوليوت. اوفر الفوليوم الليتر يبقى هول فايف اوفر تن. تطلع بكم? تطلع بهاف. يعني الاختيار يطلع لتور اي. سبن. وين توني جرام اوف سوديوم هيدروكسيد ار ديزولفن ان ان امانت اوفووتر. تو جات اوفين توني فايف ليتر اوف سولوشن. سوزا كونسنترشن والبي سبيس. مديني هنا اللي نقل ايس ال ايس ال ايقوال فورتي جرام بير مول. دي المولار ماس بتاع سوديم كلورايد. طيب بص اصي دي احنا حلها ازاي المسألة دي. طيب بص بقى معايا هنا الرول بتاعة المولاريتي بقول ان المولاريتي ايقوال نمبر اوف سوليت مولز اوفر الفوليوم الليتر. طيب الرول ديت هعمل لها عملية تعديل بس على حسب الجفن. يعني ايه? كل اللي هعمله انا عارف ان النمبر اوف مولز ايقوال ماس اوفر مولار ماس. فحقول ان الرول بتقول ان المولاريتي ايقوال السوليوت ماس اوفر المولار ماس بتاعت السوليت اوفر الفوليوم الليتر. طيب. تعالوا نعوض بقى هنا المولاريتي ايقوال. هنا عندنا الماس اللي ده يبقى 20 جرام والمولر ماس بالدهالي جاهزة ب40 وعندي الفوليوم بتساوي 0.25 طيب يبقى المولارة بتساوي ايه؟ ان الام ايكول 20 over 40 times 0.25 هتطلع بتساوي 2 مولر او مول بير ليتر يبقى الاختيار هيكون 2 مولر طيب عندي هنا في الاختيارات في وعندي ديل 2 م اختار مين فيهم؟ طبعا هختار 2 م كابتل 2 م كابتل ليه مستر؟ لان عندي هنا المولارة بتكون م كابتل لكن م اسمها مولارة طيب السؤال نمبر ايه بولي اتين جرام اف جلوكوز C6 H12O8 اه O6 is dissolved in 100 جرام of water so the concentration of the resulting solution is هل 1 مولر ولا 0.01 مولر ولا ايه هنا طبعا مدينا الماس اف صليوت بيتين جرام ومدينا الماس اف solvent 100 جرام وعايز يعرف ايه هي ال concentration طبعا يا مستر هيشتغل هنا بال percentage ولا اشتغل بالمولارتي ولا اشتغل بالمولارتي هنا مديك الماس اف صولفانت 100 جرام فهنا اشتغل بالمولارتي تعالا نشوف رول المولارتي بص يا سيدو هنا الرول بتاعت المولارتي بتقول ان المولارتي ام سمول خلي بالك اكوال نمبر اف صولفانت ماس بالكيلو جرام نفس الرول ديت هعمل لها عملية تعديل عشان تناسب الجافن اللي معي اللي هي هفك انا الصولفانت ديت او نمبر اف مولز للماس افر مولار ماس فاقول ان الرول ان المولارتي بتساوي الصولفانت ماس اف صولفانت ماس بالكيلو جرام طيب تعالا نعمض بقى المولارتي ام سمول احنا مدوابين كام؟ مدوابين اتين جرام من الشوجر المولار ماس هنحسبها سي سيكس اتش تولف او سيكس يبقى هنا تولف تايم سيكس مولارت سيكس حتطلع بوان هندرد ايتي جرام المول دي مولار ماس يبقى هنا مولار ماس ليه الجلوكوز طيب الصولفانت ماس احنا مدوابين معانا مية جرام وفوتو الجرام لازي تبقي كيلو جرام يبقى هندرد اوبر ثاوزن بتساوي او زيرو بوينت اون كيلو جرام طيب يبقى هنا بقى المولارتي ايك بال ايه? يبقى المولارتي هتساوي الاتين. اتين. تطلع بي ام سمول مولل. يو اللي جابها هتكون وان مولل. بص اسيد. هنا الرول بتاعة البرسنتج ماس ماس. اللي ندوب صولد فبالتالي اشتغل ماس ماس. بتساوي ايه? طيب انا هعملها بالشكل ده كده. كل اللي هعمله ان انا هعوض بس. هعوض ازاي? هقول ان البرسنتج بتساوي. هنا الون هندرت ده رقم ساوي. احنا مدوبين اتين جرام. والسولوشن ماس. السولوشن ماس دي عبارة عن السولوشن والسولفنت. السولفنت اللي هي كانت بكام? السولفنت اللي المايل اللي نمدوب فيها بون هندرد جرام. والسولوشن اللي دايب احنا مدوبين قد ايه? مدوبين اتين جرام. ازا هقول هنا وان هندرد بلاس اتين يعني وان هندرد اتين. طيب ازا البرسنتج هتساوي كام? البرسنتج هتساوي ال 100 times ال 18 over ال 118 هتطلع ب 15.25% اذا C هي كمان صح اذا الانسر هتكون لتر A and C. number nine. one liter of solution of 0.25 molar سوديوم هيدروكسايد contains space of NaOH. هل فيها 4 مول ولا فيها 0.25 مول ولا فيها 10 جرام ولا B and C. دايما الاسئلة اللي فيها كزا عندي كزا لازم اختبر ال 2 طيب الجبن اللي عندي معايا هنا المولاريتي ومعايا هنا مين ومعانا الفوليوم ب 1 لتر. الفوليوم 1 لتر اهون ومعانا هنا المولاريتي ب 0.25 طيب تعالي نحسب الاول number of moles. بص في الرول الاول. طيب بص هستيدي هنا بقى الرول بتاعت المولاريتي. طيب احنا معانا هنا المولاريتي equal 0.25 ومعايا الفوليوم equal 1 لتر. دي وده معانا ان number of moles بتساوي ايه? number of moles هتساوي. number of moles هتساوي المولاريتي اللي هي 0.25 times 1 اللي هو الفوليوم بتاعنا. تطلع بـ 0.25 مول. طيب تعالي نحسب الماس. هي الماس بتساوي ايه? الصوليوت ماس بتساوي المولاريتي. المولاريتي عندنا كانت بكم? كانت المولاريتي equal 0.25. المولار ماس للسوديوم هدروكسايد. NAOH. ال NA بـ 23 وال-O بـ 16 والـ H بـ 1 equal 40 جرام per مول. يبقى هنا times 40 والفوليوم equal 1 لتر. تطلع بكم? هتطلع بـ quarter 40 تطلع بـ 10 جرام. اذا 10 جرام صح و 0.25 مول برضو صح. يبقى الاختيار هيكون هو لتر دي. number 10. by dissolving 55.5 جرام of calcium chloride in half لتر of water. so the concentration of the solution equal. هنا ايه الجبن اللي عندي? معي الماس بتاعة الصوليوت 55.5. ومعي الفوليوم بي اللتر. هجيبه المولار ماس للكالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد C A C L 2. الكالسيوم B 40. والكلورين B 35.5 times 2. هتطلع بـ 111 جرام per مول. حلو. طيب زي ما تعودنا بقى في الرول انا عايز احسب ايه المولارتي. بقول هنا ان المولارتي بتساوي. الماس اللي دايبة اللي هي 55.5 over المولار ماس 11. عندنا هنا ايه? 0.5. تطلع بكام? هتطلع بـ 0.5 over 0.5. يعني تطلع بـ 1 مولر. يبقى الاجابة تطلع بـ 1 مولر يعني لتر ايه. السؤال number 11. بيقول لي اه سولوشن او سوديوم كلورايد اني اي سي ال concentration 5%. المولار الكونسنتريشن بيساوي ايه? انا عاوز اعرف number of moles بتاعت السوليوت. وعاوز اعرف الماس اوف سولفن. بسيطة جدا. بس تسيطة. هو يعني ايه اصلا سولوشن 5%. 5% ده معناه ان لو معي سولوشن 100 جرام. هيكون اللي هو السوليوت بـ 5 جرام. والسولفنط اللي هو الووتر كان بـ 95. عشان مجموع الاتنين يطلع مية. تاني كلمة يعني كل ميت جرام من السولوشن فيهم بس من السوليوت. ازا انا معي ماس السوليوت بـ 5 جرام. وعيا ماس السولفنط بـ 95 جرام. تعال بقى نشتغل على الرول عادي جدا. طيب الاول احسب لي بس المولار ماس لـ NACL. 23 plus 35.5. اللي هي 58.5. تعال بقى نروح للرول ونعوض فيها. عاوز احسب المولاريتي بتساوي ايه? بتساوي السوليوت ماس. الماس اللي دايبة كام? احنا مدوا بين خمسة جرام. والمولار ماس حسبناها فيفتي ايت بوينت فايف. طيب احنا قلنا السولفنط بـ 95 جرام. 95 جرام ديا لازم تكون بالكيلو جرام يبقى تطلع بكام? يطلع هنا المولاريتي ايكوال اوبر فيفتي ايت 0.5 times 0.095. تطلع بـ 0.89 مولار او او ام سمول. يعني الانسر تطلع هي لتر سي. 12. the attraction force between the solvent molecules and the solute molecules in the solution is space the attraction force between the solvent molecules and each other in the pure solvent. معروف طبعا ان الاتركشن ما بين السوليوت والسولفنط اكبر من السولفنط وبعضه. وبالتالي ان الاتركشن جوه السولفنط اكبر ما بين السولفنط موليكولز. والسوليوت موليكولز هيكون stronger than that between the solvent موليكولز بس. يعني لو دواب شوغر في الووتر هيحصل اتراكشن ما بين المية والشوغر بورتيكولز اكبر بكتير من الاتركشن فورس بين الووتر موليكولز هو عضه. 13. the vapor pressure of the solution is than the vapor pressure of the pure solvent. بص يسيد. السولوشن معناها ان كمية الووتر اللي موجودة على السيرفيس قليلة. ده معناه ان ال vapor pressure بيكون اقل. فاحفظها كده. ال vapor pressure للسولوشن اقل من ال vapor pressure للسولفنط. وبالتالي هيكون lower than. ال vapor pressure of the solution less than that of the pure solvent. عشان كده ال boiling point للسولوشن اكبر. طيب. 14. dissolving one mole of space in one liter of water had the largest effect on decreasing the vapor pressure. هي هيها اللي مين عنده اعلى boiling point. هي هيها من عنده اقل freezing point. اللي عنده اكبر number of moles جوه السولوشن. ال KBR يتفكك ل K و BR كده ده عنده اتنين مول من الاينز. الشجر ما بيتفككش فبعتبره one mole or one particle. ال Mgcl2 يتفكك لوحدة md ومعها كمان اتنين CL. ازن العدد الكلي هيكون تلاتة مول من البورتكلز. ال KOH يتفكك ل K. و ال OH يعني عندي هنا اتنين مول من البورتكلز. من العدد الاكبر هيكون للمجنيزيوم كلوريد. وبالتالي هيكون هنا عنده اكبر افكت على تقليل الفيبر او اعلى boiling point او اقلت freezing point. number 15. if the freezing point of an aqueous uh glucose solution is then the freezing point of the aqueous solution of table salt. عشان احسب الفريزنج بوين بنقول ايه? number of moles times negative one point eight six. احنا قلنا ان الشجر بيكون one mole. وبالتالي الفريزنج بوين بتكون negative one point eight six. لكن التابل سولت هتكون two times negative one point eight six تطلع بال negative three point seven. طبعا negative one point eight six اكبر من negative three point seven. يعني negative one point eight six تقريبا ضبل negative three point seven. وبالتالي هقول ان الفريزنج بوين بتاعت الجلوكوز ضبل الفريزنج بوين بتاعت ال table salt solution. sixteen. the properties of colloids are different than that of suspension. هل don't participate? اه. ال particles بتاعت الكولويدز ما بيحصلنهاش بيحصلهاش 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 بيحصل بيحصلهاش 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 بيحصلهاش. ليه لان هي بتكون معلقة. يعني الديامتر بتاعها بيكون من ون لون ثاوذن نانوميتر. وبالتالي بتكون ان هي as time passes ما بحصلهاش precipitation. number 17. the relation between the vapor pressure and the concentration of solution. هيكون ازاي? كل ما يزيد the number of moles اللي دايبة يعني عدد الايونز اللي دايبة كتير. ال vapor pressure بيقل. ده معناه ان ال relation بتكون inverse relation. وبالتالي الاختيار هي الانفرس relation اللي هي letter b. اعلى بويلنج بوينت معناها اكبر عدد من الاي من الايونز. هل السوديوم كربونات وز كونسنتراشن وان مولر? ولا السوديوم كربونات كونسنتراشن تو مولر? ولا ايرن ثري كلوريد وز كونسنتراشن وان مولر? ولا ايرن ثري كلوريد وز تو مولر? الاول نكتب الفورمولة السوديوم كربونات ان اي تو سو ثري. دي فيها كم مول? فيها اتنين مول من السوديوم مع مول من الكربونات. خلي بالك الكربونات بتكون يعني ايه اه لكشة كده على بعضها. يعني ايه? يعني متفككش الكربون وتلاتة او. لا هي الكربونات بتكون يعني بتطلع مع بعضها كده. يبقى عندي هنا ثري مول من الايونز. تعال نشوف الايرن ثري كلوريد اف اي سي ال ثري. هتتفكت لي واحد مول من الايرن. ومعايا تلاتة مول من الكلوريد. وبالتالي العدد الكل هيكون اربعة مول. ازا سوديوم كل الكربونات حنستبعدها. لان عدد المولات فيها اقل. طيب دلوقتي انا عندي اتنين سلوشة من الايرن ثري كلوريد. هاخد مين? هاخد الاعلى الاعلى كونسنتريشن. ليه? لان هنا هيكون الكنسنتريشن طايمز النمبر اف مولز. يعني تو طايمز فور. وبالتالي هيكون الاختيار لتر دي. تاني السلوشن الواحد من عنده اكبر نمبر اف اينز اللي عنده كونسنتريشن اعلى. طيب. نمبر ناينتين. اسباس اسد اسفاد اين اسيديك بلانتز. الاسيديك بلانتز هي السيترس بلانتز. طبعا الفيسفوريك لا طبعا. اللاكتك موجود في الملك. اما السيتريك هو اللي موجود في السيترس بلانتز او الاسيديك بلانتز. يبقى الاختيار لتر سي. 20. from the properties of acids. هاف سور تيست اي نعم. من ضمن البروبرتز بتاعت الاسد انها بيكون لها سور تيست. طيب. سيليبري فيل دا بيكون للبايزز. تشينجز دا ريد لطمس انتو بلو. لا دور البايزز مش الاسد. طبعا غلطي. يبقى الاختيار هيبقى اللتر اي. 21. space 20. space gas is evolved when the acids reacts with active metals. لما الاسد بيرياكت مع الاكتيف متل. الاكتيف متل بيحل محل الهايدروجين. وبالتالي الجاز اللي حي اي افولف هو الهايدروجين جاز. اما الكربون داكسايد لو كانت كربونيت او باي كربونيت. طب 22. according to arhenius theory. the base is dissolved in water to form space the base ions. البيز اللي عندها arhenius بتكون تحتوي على الهايدروجين الجروب فيها O ah ion. طيب. واي يبقى الايجابة that is 26. 23. proneute www.dlally acid is similar to arhenius acid. proneute دلالوري الاسد substance لها القدرة على اعطاء الهايدروجين ايون او بروتون. وارhenius substance فيها h. وبالتالي الاتنين متشابهين في احتوائهم على الهايدروجين. طيب. كلمة دي هتعرفها بالتفصيل في تانية سنوى ان شاء الله لما تيجي تدريس لكن جات عندك في اولى سنوي مع كان البيز بتاعت عندها او عندها تقدر تديهم اللي بتتفعل معها وبالتالي اللي بياخد اللومبير بيبقى اصد اكوردنج توليوس واللي بيعطي اللومبير بيعتبر بيز اكوردنج توليوس يبقى الاختيار هيكون لوس. 25. to clean a silver middle by a solution with ph 8.5. 8.5 ديت معناها ان هي هتكون بيز لان ال ph more than 7. we will use. هل كي سي قال ولا ان اي سي قال ولا ان اي تو اس او فور ولا ان اي تو سو اثري. كده انا بدور على حاجة بتاعتها يعني اكبر من السبن يعني الكلين. من الكلين بيكون جاية من مع هنعملها ازاي? بص اي دي. السلط بقى سمن وصين بالصورة دي كده. الان اي تبقى والسي او سري بتبقى ناجتف. وبحط الو ايتش الناجتف تحت الان اي. وبحط الاتش تحت السي او ثري. هيطلع علينا هنا. الان اي مع الو ايتش يدينا ان اي او اتش ده شترونج بيز. والكربونيت مع الهايدروجين هيدينا الكربونيك اسد اتش تو سي او ثري ده ويك اسد. وبالتالي ده سلطي جاي من تفاعل strong base مع weak acid وبالتالي هيكون basic اذا الاختيار هيكون هو letter D. اما ال KCL ال KCL ده neutral ايه? لانه جاي من ال KOH strong base وال HCL ده strong acid بده neutral. ال NACL زي ال KCL ال NA جاي من ال NAOH ده strong base والCL جاي من ال HCL ده strong acid يبقى ورده neutral. ال NA A2SO4 جاي من ال NAOH ده strong base والصالفيت جاي من الصالفوريك acid H2SO4 strong acid يبقى ده neutral وده neutral وده neutral اذا ان الوحيد ال base هيكون sodium carbonate. وعندك فيه درس بتاع salt من ديك examples على ال acidic وال basic and neutral salts احفظهم مو خلاص هيوفر عليك. لكن لازم تبقى عارف ازاي بتحالل ال salt لل acid وال base بتوعه عشان انتظر تستنتج هو strong هو acid ولا base ولا neutral. 26 when ammonia dissolves in acid. it is considered. نعمل الامونيا NH3 مع acid زي ال HCL. ايه الناتج? هيدينا NH4 positive plus CL negative. ايه اللي حصل? ايه اللي حصل يا سيدي? ان الهايدروجن انتقل من ال HCL راح لل NH3. اذا ال HCL ده هيشتغل acid ال NH3 هيشتغل base. ده according to mean? according to pronunciate laury. اذا الامونيا دورها هنا شغالة ايه? هيستقبلة البروتون. يبقى هنا تعتبر base. بس ال base according to mean? ارهينيس. لا. base according to pronunciate laury. يبقى الاختيار هيكون letter C. 27 the substance that decreases the concentration of hydrogen ion by dissolving in water. لما الhydrogen ion يقل ده معناه ان الhydroxyl ion هيزيد. يبقى انا بدور على base. طيب ال base ديت اللي بتزود ال OH دي بتكون ال base بتاعت Arrhenius. يبقى هنا ده Arrhenius base. تاني. the substance that decreases the concentration of hydrogen ion. تعتبر Arrhenius base. ليه? لان decrease the hydrogen معناه زيادة ال OH. من اللي بزود تركيز الhydroxyl هو Arrhenius base. 28. Arrhenius failed to illustrate the following property. هل ال acidity of HCl O4? ولا ال acidity of HCl? ولا البازيزتي of NaOH? ولا البازيزتي of CH3 NH2. اولا ارhenius كان راجل بسيط جدا في ال definition بتاعه. ازاي? قال ان ال acid عبارة عن substance بضوف المية وتطلع الhydroxyl. وقال ان البيز substance بتضوف المية وبيبتطلع الhydroxyl ion. يبقى ال acidity بتاعت Arrhenius لازم يكون فيها H. طيب عالم بص كده لتر ايه? acidity of HCl O4 فيها H اهيه. يبقى هو نجح فيها. acidity of HCl في هيدرين في الموليكيول. يبقى ازاي نجح فيها. طيب. البازيزتي of NaOH تحتوي على OH اهيه? يبقى نجح في تفسيرها. تعال بقى. بازيزتي of CH3 NH2 اه هنا الكمباوند ده لا يحتوي على OH. يبقى هزان Arrhenius يفشل في تفسير البازازة بتاعت الكمباوند ده. اش معنى? لانه لا يحتوي على OH ايون. 29. the value of pH for the produced solution from the reaction between NaOH and HCl. ده يرجعنا للدرس الصولتس. ال NaOH ديت strong base. اما ال HCl ده strong acid. strong مع strong يطلع salt neutral. يعني ال pH equal 7. 30. each molecule of sulfuric acid ionizes in water giving. ال H2SO4 ده الصلفوريك acid. ده بيحتوي على كم H? بيحتوي على اتنين. ازن ممكن يفقد بروتون او يفقد two protons. يفقد H واحدة او اتنين H. يعني لو عمل لوز ل H واحدة هيدينا الباي صلفات HSO4 negative one. لو عمل لوز للاتنين Ains هيدينا الصلفات SO4 negative two. يبقى ده له القدرة انه يعمل لوز لبروتون او اتنين. يبقى الاختيار هيكون A and B. صوديوم هيدروكسايد از. لسه إلينا دلوقتي ان ال NaOH كانت strong base. ولازم احفظ strong acids وال strong bases وال weak acids وال weak bases. the color of methyl orange in ammonium chloride solution. السؤال ده من اهم الاسئلة اللي ممكن تجيه لك. ليه? لانه رابط ما بين درسين درس الصلت ودرس detection of acids and bases. يعني لازم الاول اعرف الصلت ده اسيدك ولا بيزك ولا neutral. واروح للجدول بتاع ال Indicators واشوف اللون. بص اسيدي. الامونيوم كلوريد NH4 CL. لما اجي افكيكو كده. ال NH4 positive وال CL negative. حت بتحت ال NH4 احط ال OH negative. وتحت ال CL احط ال H البصل. ال NH4 OH ده weak base. وال HCL ده strong acid. وبالتالي معايا strong acid ومعايا weak base فيطلع الصلت اسيدك. حالو. روح بقى اسأل بقى يا مثال اورنج. انت لونك ايه في الاسد? الانالوني هيكون red. 33. all the following are mono basic acid. mono basic acid يعني بيحتوي على H واحدة او بلاش يحتوي دي. يقدر يلوز 1 H. ال hydrochloric acid HCL ده mono basic. ال nitric HNO3 برضو mono basic. واحد يقول لي عنده اربعة اتش اهو? هقولك لا. لان هنا ده اورجانيك اسد والاورجانيك اسد بيشارك بال H بتاعت الكاربوكسيليك جروب. يبقى ده برضو mono basic. ما فيش غير الاوكزاليك. اللي هو بيتكون من اتنين كاربوكسيليك جروب COOH COOH. يقدر يلوز الهايدروجين بتاعت كل الكاربوكسيليك جروب. وبالتالي ده بيكون di basic. يبقى الاختيار هيكون هو لتر دي. لان ده ضايبايزك مش mono basic. 34. pH value in which the color of phenylpethylene turns into pink. الفن الفثylene لونو pink في البايز. يعني ال pH اللي مور دان 7. عندي 2 و 4 و 6 و 9. اذا احنا اخد 9. 35. by adding a small amount of NH4CL in water. to promothym blue indicator. the solution will have space. هل red color ولا yellow color ولا colorless ولا blue color. ال NH4CL ده بيكون acidic. لسه مفككينه دلوقتي. وعرفنا ان ده acidic salt. طيب. البرون ثايم البلو بيكون لونو وفي الاسد بيكون لونو yellow. لازم تحفظ الوان ال ده كويس. 36. from incompletely ionized acids. يعني عايز weak acid. ليه? لانه بيكون weakly conduct electricity. ليه? لانه عنده عدد الاينز وقليلة. هندور على حد weak. قلتلك لازم نحفظ الاكزامبلز كويس جدا في الليسن ده. هل البيريكلوريك اسد ده HCLO4 ده اسد قوي ومجانس وترابيس. الاسيتيك اسد ده ويك اسد. يبقى الاختيار هيكون هو اساتيك اسد. السلفوريك ده بيكون سترونج. الهايدروكلوريك بيكون سترونج اسد. وبالتالي الاختيار هيكون هو لتر بي. اساتيك اسد عشان ويك. 37. to make soap in home. ويوز. عندك في بداية درس الاسدز والبيزيز جدول كده. في استخدامات الاسدز والبيزز. منهم السوب. السوب ده بيستدن في صناعته القاوسطيك صودة. من القاوسطيك صودة ديان. اللي هي السوديوم هيدروكسيد. NAOH. 38. NA2SO4 is considered the assault of space basic اسد. مونو ولا ضاي ولا تراي ولا تتر. ال NA2SO4 القانين اللي فيه سلفيت. SO4. يعني ده جاي من السلفوريك اسد. H2SO4. يحتوي على كام H يحتوي على 2 يبقى هو ده Dibasic Acid 39 The Acidic Radical of NAHSO4 عشان نعرف الأسيدic radical اللي هو الأنيون فكك الكمباون عندي NA positive و HSO4 negative إذن الradical اللي هو بيكون الأنيون أو الأسيدic radical هيكون HSO4 negative 1 40 Chemical Formula of Iron 3 Fosfate Iron هيكون F-E والصيلفات SO4 والفالنس بتاعها باتنين بدل يا بطل يبقى هنا F-E2 SO4 F-E2 SO4 F-E2 يعني الإجابة تبقى B 41 The Space Acid has 3 types of salts يبقى يحتوي على 3 H الفوسفوريك إحنا عندنا Tribasic الفوسفوريك والستريك ولازم بتاعه بالك من رمز الستريك لإني بيسأل عليه 42 Salts are formed when acids react with هل البازيس أه هل المتال أوكسايدز برضو أه هل المتال كربونات أي نعم وفي مثل بي كربونات كمان وفي كمان active metals يبقى الإجابة هتكون all the previous يعني لتر دي 43 color of litmus die doesn't change when it is added to solution of بدور على حاجة neutral ال NH4Cl قلنا دي أسدك الكي تو CO3 بيزك لإني جاي من الكربونيك أسد وده ويك أسد مع الكي أو اتش ده سترونج بيزي وده بيزك الان او اتش ده بيز صريحة يبقى هنا الإجابة كي سي لإني جاي من تفاعل الكي أو اتش سترونج بيز مع ال HCl وده سترونج أسد يبقى بالتالس سولت اللي طالع هيكون neutral يعني مش هيغير لون الليتمس 44 CH3 COO by 2 CU is named أولا لما جي أسمي الورجانيك سولت ببدأ بالكتاين اللي هو النص التاني اللي هو كابر CU كابر والفيلنس بتاع الكابر 2 أهو بدأ كابر 2 لإنه في كابر 1 وفي كابر 2 ودي اسمها أسيتيت خلاص أنا قلت الاسم كابر 2 أسيتيت يبقى هنا لتر A ما تنفعش عشان كالسيوم ولتر B ما تنفعش عشان بيقولي كابر 1 أسيتيت يبقى الإجابة هتكون برضو لتر C ما تنفعش الإجابة كابر 2 أسيتيت يعني لتر D 45 هو البصدف والNO3 هو النجاتيب بيسألنا عن الأناين يبقى NO3 46 يعني بتدو ب10 جرام بس في كل 200 جرام مي عند 30 أنا لو رفعت درجة الحرارة لـ 60 إحنا قليلين فوق إن هي في ما بين الصليبولي بتاعتها ما بين التمبرتشر يبقى ده معناه إن أنا هاخد كمية أقل من اللي دايبة دي هو هنا في درجة حرارة 30 بيكون اللي دايب 10 over 200 يعني 5 over 100 يعني 0.05 جرام من الصليبولي في كل 100 جرام من الصليبولي يبقى هاخد الماس الأقل من كده الففتين over 200 طبعا دي أكبر مفرد تقلي 5 over 200 آه الإجابة دي اللي دي كده بتقولي إن الماس اللي داي بقلت إن 5 على 200 هي كانت 10 على 200 وبالتالي الاختيار هيكون هو letter b 47 ph value of the solution which results from the dissolution of potassium acetate in water طبعا لازم أفكك الكمباوند وبيقولي potassium acetate يبقى acetate ch3 c o k هنعمل إيه هنقسم الصولت كده نصين طبعا ده organic صولت بيبدأ بال anion اللي هو negative وبعد كده الكتير تحت negative حط h positive وتحت positive حط oh negative جمعهم بقى كده c o h ده weak acid اللي هو الاساتيك وال k o h ده potassium hydroxide ده strong base يبقى هنا strong base مع weak acid فيطلع salt basic وبالتالي ph بتاعته هكون أكبر من السبعة طيب هو هنا الووتر أصلا بكام الووتر ب7 طب لما أحط فيها basic solution يبقى ph هتزيد عن 7 يبقى هنا يحصل لها increasing ph increases ليه عشان salt ده basic 48 solution of calcium chloride 0.2 molal molal so it's a freezing point equal بص أصيد الفريزن point ليه رول لازم أخد بالي منها كويس جدا بتساوي المولالتي times number of ions اللي موجودة في الموليكول الواحد times negative 1.86 طيب أنا عندي هنا المولالتي بكام 0.2 والكالسيوم كلورايد فككناها قبل كده كانت الفورمولة C A C L 2 يتفكك لكم ايون يتفكك لثلاثة واحد كالسيوم واثنين كلورايد times negative 1.86 بالكالكوليتر بتاعتك هتطلعها لتر دي طيب السؤال number 49 ده سؤال زكي جدا بيقول the table chose the diameter of the particle of some mixtures in nanometers which of these particles can be distinguished by the naked eye distinguished by the naked eye يبقى انا بتكلم كده على suspension طيب احنا قلنا ان suspension ده بيكون diameter بتاع اللي دايبة اكبر من 1 thousand nanometer دور رقم اكبر من 1 thousand لقينا الاختيار هيطلع هو liter a liter a يبقى انا بدور على mixture a يبقى الاختيار هيكون هنا في الاجابات الكام liter c يعني solution a مكتوب في رقم c ركز 50 if the vapor pressure of the liquid is less than the atmospheric pressure هو امتى بيحصل ال boiling لما atmospheric pressure يتساوى مع vapor pressure لو مش بيساو بعض مش هيحصل غليان يبقى هنا ايه اللي هيحصل it doesn't boil تاني if the vapor pressure of the liquid is less than the atmospheric pressure it doesn't boil 51 if the boiling point of sacros solution is 100.1 Celsius degree to the expected boiling point of ammonium phosphate solution is بصة هي المية الwater boiling point بتعتب كام 100 Celsius degree لما دوب فيها solute boiling point بتزيد طب الساكروز ده بيشتغل كأنه 1 مول لنه بتفكك شي 1 مول زود درجة الغليان 0.1 طيب تعال نشوف الامونيوم فوسفيت الامونيوم فوسفيت NH4 by 3 PO4 ده لما يدوب في المية يتفكك لكم مول يتفكك ل3 مول NH4 بصدل يعني 3 مول من الامونيوم مع مول من الفوسفيت يبقى أنا كده معايا جوه السولوشن ده معايا 4 مول المول الواحد زود 0.1 يبقى ال4 مول يزود 0.4 إذن الاختيار هيطلع هو دي 52 all of the following solutions gives the promo thymel blue indicator a green color green color ده معناها إن هو neutral except يبقى أنا هدور على حد مش neutral ال KNO3 neutral وال وعمل قبل كده يبقى بالاستبعاد هيكون هو السوديم أسيت تب فصرها لي السوديم أسيت السوديم جاي من السوديم هيدروكسايد وده عبارة عن والأستيت جاي من وده عبارة عن وبالتالي هيطلع بيزيك سولوشن اولا لازم تكون عارف لما دوب في المية بيعلي ويقلل الفريزن يبقى هنا عندي هتزيد عن الهندرد والفريزن بوينت هتقل عن الزيرو يبقى هود رقم أكبر من المية للبويلن بوينت ورقم أقال من الزيرو ليه الفريزن بوينت يبقى كده ده معناه إن أنا هستبعد إيه لأن البيويلن بوينت أقال من المية طيب لتر برضو هستبعده لأن بتساو مية بالظبط طيب لتر سي بيقول لي هنا إن البيويلن بوينت وان هندرد تو والفريزن نيجتب سابن بوينت فور يبقى الاختيار هيطلع هو لتر سي طيب بص في لتر دي ما هي الدرجة الغاليان هي أكبر من المية بس الفريزن هيطلع هو لتر سي يبقى عنده أكتر من هيدروجين الـ HNO3 في H1 الاسيتك في H1 البيويلن في H1 إذن هيكون هو الراجل الغريب ده C2 H2O4 تبين ده ده الأجزال COOH COOH لازم تتعود إنك تعرف إن ده اسمها Structural Formula لكن ده اسمها Molecular Formula أنا مجمع الأتمز على بعضها وده الأجزال داي بيزيك 55 In the following circuit which solution gives the dimest light dimest light يعني أقل إضاءة أقل إضاءة هتكلم على weak electrolite مين في دولم weak electrolite الصودي هيدروكسيد strong الأمونيوم هيدروكسيد weak يبقى هو ده اللي عليه الدور وبالتالي وده هيتفكك لإن A وإن O 3 ده positive والنيتريت negative وبالتالي هيوصل الكهرباء يبقى ده ده يعتبر فيوصل بأقل درجة ممكنة 56 which of the following equally concentrated solution has the least freezing point يعني عنده أكبر عدد من الآيون مين بقى عنده أكبر عدد من الآيون الان اتنين مول من الآيون الان او ده الجلوكوز عنده ما بيتفككش أصلا فبعتبره بورتيكال واحد الان اي تو سي وثري بيتفكك الاتنين صوديم واحدة كربونات يبقى هنا عندي ثلاثة مول تاب ال 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 بيتفكك ال ال و ثلاثة سي ال إذن العدد الكلي هيكون كام هيكون 4 يعني ده أكبر عدد من ال اي يبقى الاختيار يطلع لتور دي عندي هنا او بي و سي ركز كده هتلاقي ال او ال بي سي ليهم نفس ال بي مختلف عن التاني هتلاقي هنا ان السي عنده اعلى تيم بريتشر و ال ا عنده اهل تيم بريتشر طيب هنا ال ن يتفكك لكم مول يتفكك لثري مول ال ن يتفكك لثنين ال ن يتفكك لثنين مول طيب هعمل ايه اولا انا عايز اجيب التيم بريتشر حاول هنا انه كل ما عدد يزيد كل ما هتزيد احنا اتفقنا المية لو دوبت فيها حاجة تزيد عن هندرد طيب تزيد ازاي والله كل ما اللي داي بتزيد هتزيد يبقى هنا اللي عنده اكتر هيكون هو ده عنده اعلى والعكس صحيح طيب انا عندي من كل واحد بقى يبقى هنا يطلع الناتج زيرو بوينت ناين الناتج اللي عند اتنين مول والمولز زيرو بوينت فور يطلع زيرو بوينت ايت وده طيب زيرو بوينت فاف يطلع ده معناه ان العدد الاكبر من في وده اكبر درجة غليان يبقى السي ده هو يبقى السي ده هو عشان ده عنده اكبر عدد من و البي هو اللي بعد منه اللي هو كان ن ا تو سي او ثري اما اي ده اقل واحد فيهم اللي هو كان ن ا سي ال تعال بقى نبص الاختيارات هل ا ريبريزنت ن ا سي ال وال ب ريبريزنت ك ا ا ا ا لا ال ك ا هي لتر سي تب لتر ب سبستنس ا ريبريزنت ك ا ا لأ سي هل ا ريبريزنت ن ا تو ثري وال سبستنس ب ك ا بردو لا يبقى الاختيار هيبقى لتر د ان السبستنس ا ريبريزنت ن ا سي ال وال السبستنس ب ريبريزنت ن ا تو سي ا ا ا which of the following turn is the color of litmus into blue بقى بدور على basic سبستنس هل الصوفت درنك لا دي أسد الأورنج لا دي أسد ال بيكينج صودا ا دي كده بتكون basic substance يبقى الاختيار بقى لتر سي لان الفينيجر هو كمان أسد 59 أسد اصد 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 كالسيوم مونوفوسفات CAH2PO4 بي 2 اصد 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 هي هنا بتتاكل بالأصد يبقى هي base يبقى هنا basic substance تاني هي قال ان تتاكل بفعل الأصد وبالتالي هي هتكون basic substance 60 which of the following acids doesn't form acidic salt يبقى ده بتكلم على weak acid يبقى انا هستبعد c الhydrochloric وهستبعد d sulfuric ايه بيقول لي fosforic acid اللي هو H3PO4 والcarbonic acid H2CO3 الاثنين weak لكن carbonic acid weaker than phosphoric acid carbonic acid بيكون 2 salts بس اما phosphoric بيكون 3 types of salts وبالتالي acidity بتاعت الفosphoric اعلى من carbonic فما فيش عندي acidic salt في carbonate خلص يبقى هنا اللي جاب هتبقى لتور بي السؤال اللي بعده 61 4 beakers each of them contains 500 ml of water and the amount of sugar present in each of them is different as shown in the following table beaker 1 في 150 beaker 2 250 beaker 3 450 beaker 4 0.5 which beaker contains a saturated solution بص طالما solution وصل لحالة saturation مش هيقبل ان يزود او يزود زيادة من الصوليط وبالتالي هيتراصب جواه من اللي فيه تراصب number 3 يعني بالتالي number 3 ده الو beaker number 3 ده وصل لحالة saturation خلي بالك saturated بعرفه من كده بيكون فيه موجود جواه لكن لو كان saturated او super saturated ما فيش فيه راسب 62 in the following equation HF plus H2O هيكون H3O و F negative خلي بقى هنا ايه اللي حصل الhydrogen fluoride خرج الناحية التانية fluoride يبقى هنا خسر H بتاعته وادها للووتر اذا according to pronunciate laurid HF ده يشتغل acid والووتر تشتغل base والH3O ده الناتج من البيز اسمه conjugated acid والفلوريد بيكون conjugated base طيب ايه بقى لصح هل H2O represents the base والHF represents the conjugated acid لا الHF ده acid الH2O represents the acid لا طبعا المياه base لان اكتسبت البروتون الHF represents the acid او والفلوريد represent the conjugated base برضو او يبقى الاختيار يبقى الهتر C 63 تخفيف والM2V2 ده بعد التخفيف طيب المولاريتي في الاول بكام قال لي one او امولر solution يبقى المولاريتي بone طبعا الفوليوم بكام الفوليوم بـ 500 ملي 500 م كام 0.2 طيب يبقى الفوليوم ساعته يبقى كام هعمل cross multiplication هيطلع الفوليوم بـ 2500 ملي يبقى كده الفوليوم بعد التخفيف اصبح 2500 ملي طيب هنا احنا كنا اصلا معنا كام كان معنا 500 ملي بقى لانا زودته عشان يصبح الفوليوم كله 2500 يطلع 2500 يطلع 2000 ملي هل في الاختيارات 2000 ملي لا طب حولها الليتر كده يطلع 2 ليتر يبقى انا هزود 2 ليتر يبقى الاختيار يطلع لتر دي 64 from the following reaction CH3 COOH plus H2O هيدينا H3O plus CH3 COO negative هنا بيقول لي مين الconjugated acid ومين الconjugated base ركز كده CH3 COOH خرجت CH3 COO يبقى ده معناه ان الهايدروجين دي اتنقلت من الاسد راح تلي اه من الاسد اتنقلت الوطر يبقى ده معناه ان CH3 COO ده يعتبر ايه ده يعتبر اسد والوطر تعتبر base هنا H3O ده يعتبر conjugated acid والCH3 COO يعتبر conjugated base فهنا بيسألني مين الconjugated acid ومين الconjugated base الconjugated acid هنا اللي هو مين اللي هو ناتج من تحول او من اكتساب البيس للهيدرون او للبروتون فالبيس اللي هي الوطر تحولت الconjugated acid الconjugated acid هو الهيدرونيوم يبقى الاختيار هيطلع هو لتر بي 65 65 acidic acidic radical of the salt Na3 PO4 الاسيدي راديكال اللي هو الانين اللي هو الnegative اللي هو PO4 negative 3 يعني liter c 66 if the chemical formula of the sulfate of the metal x is xSO4 ده معنى الصلفate انا عارف ان هي divalent يئذن الـ x هو كمان divalent لين الاتنين بتاعت الـ x هطير مع الاتنين بتاعت الصلفate سوزاكميكال formula of x phosphate الـ x انه divalent والفوسفات PO4 trivalent بدل يا معلم يبقى x3 PO4 البيتو x3 PO4 البيتو يعني وكأنك بتقول ان الاجابة liter D 67 سوزاكميكال formula of the compound barium pyrophosphate is ba2 b207 سوزاكميكال formula of aluminium pyrophosphate is استنى بقى هنا هتقول لي الـ barium divalent صح تفن الاتنين بتاعت الـ barium مش موجودة المفروض الـ b207 دي تكون between bracket وجنبها 2 مش موجود ده معنى ايه ده معنى ان انا عملت simbli-fi اختصرت الرقم يبقى الـ 2 دي طارت مع رقم هنا يبقى في الاصل كان فيه هنا 4 وكان فيه هنا 2 يبقى الـ valence بتاع pyrophosphate tetra valent ب4 اللي اعملت simplify بعد كده over 2 فالتنين طارت وبقى قلي بدل الـ 4 2 تاني الـ barium divalent بس الـ 2 مش موجودة يبقى انا عملت simplify يبقى عشان ارجعها لاصلها تخلي الارقام دي time store الارقام اللي هي الـ valence بتاع الرقم اللي جنب الـ barium ده هيتضر في الـ 2 يبقى 4 وحط 2 جنب الـ pyrophosphate اذا انا استنتجت من هنا ان الـ pyrophosphate دي tetravalent مع الـ aluminium بقى الـ aluminium trivalent وبالتالي حيبقى الفورمولة al4 b207 الby3 68 number of salts can be formed by the following acid الـ following acid ده اللي هو eccentric acid وده tribasic عشان فيه 3 من الكربوكسيلي جروب يبقى ده يقدر يعمل كام 3 salts 69 which of the following salts dissolve in water giving the least value of pH اقل value of pH يبقى انا بتكلم على الاسد لان الاسد الـ pH بتاعته اقل من الـ base واقل من الـ neutral الـ Na2 SO4 ده جاي من تفاعل Lnaoh وده strong base والـ H2 SO4 وده strong acid ده وده strong يبقى neutral ما ينفعش CH3 COONH4 ده جاي من تفاعل الـ acidic acid الـ acidic acid هو weak والامونium هيدروكسايد وهو برضو weak base يبقى عندي هنا الـ acidic weak acid والامونium هيدروكسايد weak base يبقى ده برضو neutral COO الـ barium oxalate ولا الـ NH4 by 2 SO4 الـ NH4 by 2 SO4 ده هيكون acidic salt ليه acidic salt ليه لان عندي sulfuric acid ده strong acid والـ NH4 OH ده weak base يطلع acidic لكن هنا عندي الـ oxalate weak acid والـ barium ده strong base يبقى يطلع basic يبقى هنا liter d ده أقل pH 70 by using the following radicals deduce the possible salts and their expected pH هنا هعمل ايه هعمل هرتب كل آنين مع كل الكتاين يعدينا الجدول اللي جاي عندي هنا الصوديم الكتاين حقض مع الاسيتات يدينا COO Na صوديم اسيتات هنا الصوديم جاي من الصوديم هيدروكسايد NaOH d strong base وده الاسيتات جاي من CH3 COO ده weak acid وبالتالي weak acid مع strong base هيطلع basic solution طيب الصوديم مع الكربونيت Na2CO3 الكربونيت جاي من الكربونيك acid H2CO3 وده هو كمان weak acid يبقى ده basic solution عشان strong base مع weak acid Na3 جاي من HNO3 وده strong acid ده strong acid وده strong base فيطلع solution NaNO3 يطلع neutral الامونيوم جاي من الامونيوم هيدروكسايد NH4 OH وده عبارة عن weak base الاسيتك acid weak acid فيطلع CH3 COO NH4 ده وده فيطلع salt solution neutral طيب الامونيوم مع الكربونيت NH4 B2 CO3 ده برضو neutral لان الاتنين ويك الامونيوم بقى مع النايتريت هيدينينا NH4 NO3 ده مون وده مون فهيدينينا اسيدك سلوصة وبكده نكون خلصنا مراجعة unit 3 الى اللقاء في unit 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة